بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتلكم بكل خير أهلاً وسهلاً بكم جميعاً أعزائي الطلاب معكم الرسائد عزيز الغصاب بإذن الله درسنا اليوم سيكون لمادة الدراسات الاجتماعية سيكون في جانب أو درسنا اليوم سنتحدث فيه بشكل إثراءات أي مراجعة للدروس الماضية التي سابق وتعلمناها في فصلنا الدراسي كاملاً فنحن أخذ المواضيع التي سبق وتطرقنا لها تكلمنا عنها في هذا الفصل الدراسي فتكلمنا في البداية عن الأعمال المهنية فقمنا بتعريف الأعمال المهنية وقلنا أنها الأعمال التي تعتمد على مجموعة من المهارات الذهنية والجسدية طبعاً إذا ما قام بهالشخص يكون مستقلاً بذاته ويكون غير تابع لجهة معنية طبعاً لا بد أن نزيد من ثقافة العمل المهني فاحترام هذا العمل وتقديره ومساعدته في اقتصاد الوطن فمهنة النجار من المهن أو من الأعمال المهنية مهنة الحلاق هي من الأعمال المهنية كذلك مهنة السباك أيضاً مهنة الخياطة هي من المهن التي تسمى بالأعمال المهنية هذه الأعمال تحتاج إلى قدرات جسدية قدرات ذهنية محددة إذا ما استطاع الشخص الحصول عليها أو تكون هذه المهارات موجودة عنده ستساعد على أنه يكون مستقل وغير تابع لأي جهة حكومية كانت أو خاصة طبعاً زي ما قلنا لا بد أن نحترم هذه الثقافة نحترم هذه الأعمال لما تساعده في اقتصاد ونمو اقتصاد المملكة وذكرنا بعض المهن فقلنا مهنة النجار على سبيل المثال قلنا أن النجار سيحتاج إلى مجموعة من المعدات النجار لا بد أن يستخدم مطرقة لا بد أن يستخدم المسمار لا بد أن يستخدم المتر الطولي لا بد أن يستخدم المنشار هذه كلها أدوات سيحتاجها النجار عندما يريد أن يمارس أو يقوم بأداء أعماله كذلك من الأدوات التي يستخدمها الحلاق فذكرنا مهنة مثلاً للحلاق فذكرنا أن الأدوات التي تحتاجها منها المقص منها المشد ومنها كذلك موس الحلاقة هذه كلها أدوات مثلاً سيحتاجها الحلاق لكي يقوم بأداء مهنة الحلاقة طيب أدوات السباك أو أدوات السباكة عندنا مجموعة من الأدوات يحتاج مثلاً لمفكه السكروب يحتاج إلى الزرادية ويحتاج أيضاً لمفك هذه أدوات رح يحتاجها من؟ يحتاجها الشخص الذي يعمل في مهنة السباكة لكي يقوم بأداء مهام عمله في مهنة السباكة فزي ما قلنا رح يحتاج إلى مجموعة من هذه الأدوات كذلك مهنة الخياطة فذكرنا أن مهنة الخياطة رح تحتاج رح يحتاج الشخص الذي يعمل في مهنة الخياطة من إبرة رح يحتاج إلى لفة الخياط رح يحتاج إلى المتر أيضاً رح يحتاج إلى مقص للأقمشة كل هذه أدوات رح يحتاجها كذلك ما ذكرنا الخياط لأداء مهنة أو وظيفة الخياطة طيب عندنا هنا النشاط فنقول أكمل العبارة التالية مستعيناً بأحد هذه الكلمات عندنا كلمة المهارات كلمة العمل كلمة مستقل في هذا النشاط رح نعرف العمل المهني فقلنا أن العمل المهني هو أيش هو العمل أحسنتم الذي يعتمد على مجموعة من أيش من المهارات الذهنية والجسدية لدى ذلك الشخص لدى الشخص الذي يعمل في المجال أو العمل المهني والتي يكون بمجابها الفرد مستقل وغير تابع لجهة معينة فهن عرفنا ما هو العمل المهني ثم انتقلنا إلى النشاط التالي فعندنا هنا النشاط يقول لك اختر الإجابة الصحيحة وضع علامة الصح طيب ما الأعمال التي تدل على حب العمل المهني هل زيادة الإنتاجية في العمل تساعد على حب العمل المهني إذن صحيح سيادة الإنتاجية تدل على حب هذا الشخص إلى العمل المهني طيب تعزيز فرص النجاح هل هذه العبارة صحيحة أي أنها تدل على حب هذا الشخص للعمل المهني إذن هذه العبارة صحيحة فرح يد تعزيز الفرص للنجاح تساعد هذا الشخص أو تدل على أن هذا الشخص يحب يحب هذه المهنة أو هذا العمل المهني أيضا مواجهة المواقف السيئة بثقة هل مواجهة المواقف السيئة بثقة تدل على أن هذا الشخص يقوم أو يحب هذا العمل المهني الذي هو يمارسه إذن الإجابة صحيحة الشخص الذي يحب عملها المهني يقوم بمواجهة المواقف السيئة بكل ثقة طيب هالي الشخص الذي يحب العمل المهني يخطط بشكل سيء؟ طبعا هذه الإجابة خاطئة الشخص الذي يحب العمل المهني لا بد أن يخطط رئي أعماله بشكل صحيح بشكل مناسب تكلمنا أيضا بعد الانتهام من الأعمال المهنية تكلمنا عن العمل التطوعي أيضا كانت من المواضيع التي تكلمنا عنها في هذا الفصل الدراسي هي الأعمال التطوعية أو العمل التطوعي فعرفنا العمل التطوعي هو بدل الجهد والوقت والمال أو كلها مجتمعة عن رغبة واختيار من المتطوع نفسه دون الحصول على طبعا بغرض أنه يؤدي خدمة اجتماعية أو مبادرة ذاتية طبعا دون توقع أجر مالي المهم أننا نتأكد أنه اكتمال هذا التعريف التعريف نعيده مرة ثانية العمل التطوعي أن يبدل الشخص الجهد أو الوقت أو المال أو كلها مجتمعة لأداء خدمة اجتماعية من خلال رغبة منه طبعا الغرض منها أداء خدمة اجتماعية أو مبادرة ذاتية دون أن يتوقع أجر مالي مقابل هذه الخدمة التي يقدمها طبعا قال الله تعالى في سورة البقرة فمن تطوع خيرا فهو خير له طيب بادر من عنده برغبة منه لم يتوقع حصوله على أجر مالي مقابل إزالته لهذا الأذى أو إماطته لهذا الأذى من الطريق زي ما هو واضح عندنا هنا هذا الطفل شاهد مثلا هذا الحجر موجود على قارعة الطريق فأزاله من الطريق لكي يضعه خارج طريق مرور الناس مرور مشات مرور السيارات وغيرهم أيضا من أشكال الأعمال التطوعية أن يقوم الشخص بالتبرع بالدم التبرع بالدم أيضا من أشكال الأعمال التطوعية التي يمكن للشخص القيام بها بشكل تطوعي مستفيدا من ماله مستفيدا من مستفيدا من وقته يقوم بهذا العمل التطوعي دون الحصول على أجر مالي وبمبادرة من الشخص نفسه أيضا تكلمنا عن أنواع العمل التطوعي فذكرنا أن الأعمال التطوعية تكون بشكل فردي أو تكون بتطوع مؤسسي فالتطوع قد يكون على شكل تطوع فردي أن يقوم فرد بأداء نشاط ما معين اجتماعي تطوعيا منه بشكل فردي أو يقوم أو تقوم مؤسسة بأداء هذا التطوع تعرفنا تطوع فردي وذكرنا أنه يستطيع أي فرد في المملكة القيام بعمل تطوعي تنظيف الشوارع من أعمال التطوعية مساعدة المحتاجين في الأعمال الخيرية أيضا من الأعمال التطوعية تقديم الخدمات للمحتاجين أيضا من الخدمات أو التطوع الفردي كل هذه أعمال التطوعية يمكن للفرد القيام بها بصورة منفردة يمكن أداء مثل هذه الأعمال التطوعية دون ما يحتاج إلى أعمال أو تطوع مؤسسي بينما العمل المؤسسي أو التطوع المؤسسي فهي الأعمال التي تكون تحت إشراف جهة حكومية أو جهة حتى خاصة ليش؟ لأداء أعمال تطوعية يتم تقديمها تحت إشراف جهات مسؤولة طبعا إيش الفرق بينه وبين العمل التطوعي الفردي؟ أن النطاق الزمني والمكاني غالبا ما يكون أكبر من تطوع الأفراد ففرقنا بين العمل التطوعي الفردي والعمل التطوعي المؤسسي طبعا يمكن تسجيل في منصة التطوع المقدمة من وزارة الموارد البشرية حيث توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة خاصة بالأعمال التطوعية يمكنك عزيزي الطالب عزيزي الطالبة إذا ما أردت القيام بأي من أعمال التطوعية يمكنك الدخول والتسجيل فيها تقديم الرغبة ووضع الأعمال أو الأشياء التي يمكنك العمل فيها والتطوع فيها فيمكنك من خلال استخدام منصة الأعمال التطوعية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقيام بهذه الأعمال التطوعية طيب عندنا هذا النشاط يقولك أكمل الفراغ بالكلمات المناسبة عندنا بعض الكلمات هنا عندنا كلمة الوقت المال الرغبة التوقع والطلب فلح نضع كل من هذه الكلمات في المكان المناسب لها من هذه الفراغات طيب تعريف العمل التطوع التطوع هو بدل الجهد وإيش والوقت أو المال إذن التطوع هو بدل الجهد والوقت أو المال أو ثلاثتها معا طيب عن إيش عن رغبة واختيار إذن التطوع هو بدل الجهد والوقت والمال أو الثلاثة معا برغبة واختيار الغرض إيش الغرض أن نؤدي خدمات اجتماعية أو مبادرات ذاتية دون إيش دون توقع أجر مالي إذن أرفنا العمل التطوعي خذنا هذا النشاط أيضا ضع علامة صحة أو علامة خطأ أمام كل من الجمل الموجودة الآن أمامنا فالعمل التطوعي أولا هنا العبارة أو الجملة الأولى التطوع هو بدل الجهد والوقت والمال مع توقع أجر مالي هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة خاطئة دون توقع أجر مالي هذه هي العبارة الصحيحة عندما نتوقع أجر مالي إذن لا يصبح هذا العمل عمل تطوعي طيب الكلمة التالية أو الجملة التالية التطوع هو بدل الجهد والوقت والمال مبادرة ذاتية دون توقع أجر مالي هل هذه العبارة الصحيحة أم خاطئة أحسنتم هذه العبارة الصحيحة دون توقع أجر مالي التطوع بدل الجهد والوقت والمال مبادرة ذاتية دون توقع الأجر المالي طيب عبارتنا أو جملة الثالثة التطوع هو بدل إما جهد أو وقت أو مال أو الثلاثة معا هل هذه العبارة الصحيحة أم خاطئة؟ هذه العبارة الصحيحة إذن التطوع هو بدل الجهد أو الوقت أو المال أو حتى الثلاثة معا طيب المتطوع من يسخر وقته وجهده أو ماله بطواعية لمساعدة الآخرين هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة أعزائي الطلاب؟ هذه العبارة الصحيحة إذن المتطوع يسخر وقته وماله وجهده لمساعدة الآخرين أتمنى بإذن الله أن نكون وفقنا اليوم في تقديم مادة ناسب قدرات أحبابنا أعزائي الطلاب نلتقيكم بإذن الله في درسنا القادم إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته